أقر الرئيس الأوكراني فلود ميرزلينسكي للمرة الأولى بأن القوات الأوكرانية تخوض قتالاً في إطار هجوم مفاجئ في منطقة كورسك الروسية ومع استمرار الهجمات على المنطقة الحدودية تسارع السلطات لإجلاء المدنيين وتخوض القوات الروسية معارك عنيفة لليوم السادس أمام أكبر توغل للقوات الأوكرانية في الأراضي الروسية منذ بدء الحرب والذي ترك الأجزاء الجنوبية الغربية من روسيا عرضة للخطر قبل بدء وصول التعزيزات إليها وفي إشارة إلى خطورة الموقف فرضت روسيا نظاماً أمنياً شاملاً في ثلاث مناطق حدودية يوم السبت في حين أرسلت روسيا البيضاء الحليف القوي لموسكو مزيداً من القوات إلى حدودها مع أوكرانيا متهمة كييف بانتهاك مجالها الجوي وأعلن زلينسك أن القوات الروسية استخدمت على الأرجح صاروخاً كورياً شمالياً في هجوم جوياً خلال ليل السبت على منطقة كييف أسفر عن مقتل أب وطفل له عمره أربعة أهوام محاولاً Сегодня, Commander-in-Chief Sersky has already reported several times on the frontline situation and on our actions to push the war out into the aggressor's territory اشتركوا في القناة